وصلت فعاليات اليوم التعريفي بالمدارس الحكومية استقطاب عدد كبير من أولياء الأمور لليوم الثاني على التوالي هذا وحرصت وزارة التربية والتعليم على أن تمتد الساعة المخصصة لاستقبال أولياء الأمور إلى ما بعد ساعة الدوام الرسمي حتى المساء مراعة لظروفهم وحرصا على استقبال أكبر عدد منهم في أوقات مناسبة للجميع لليوم الثاني تتواصل فعاليات اليوم التعريفي حيث شهدت المدارس بمختلف المحافظات إقبالا واسعا من قبل أولياء الأمور الذين تسلموا ملفا متكاملا يحوي المعلومات والتعليمات والإرشادات المتعلقة بالعملية التعليمية بالإضافة إلى قسيمة شراء للإسهام في توفير الحقيبة المدرسية ومستلزماتها الأساسية في الواقع أن أمس الإقبال جدا متميز الخلمات كانت متطورة وصلنا إلى ما يقلب حوالي 86% من الأعداد المطلوبة وبالتالي نحس أن اليوم يكون يوم مكمل لنجاح مستمر في الواقع أن كانت فرصة هذه اللقاءات التعريفية بحيث أن أتيحها لولي الأمر وبعض الطلبة في كثير من أولياء الأمور قاموا بإحضار أبنائهم معهم وطلعوا على كل الأمور التي تخص العام الدراسي القادم طبعا اللقاءات التعريفية التي أقيمت في المدارس كانت تحتوي على عدة برامج كانت تضمن منها طبعا الملف التعريفي والملف التعريفي أمانة في إجابة على استفسارات أولياء الأمور ويعطيهم صورة شاملة عن بعض التساؤلات التي قد تراودهم في بداية العام الدراسي هذا اللقاء التعريفي الذي جمع الهيئة التعليمية بأولياء الأمور عن قرب ساهموا بشكل كبير في تعريفهم بتفاصيل عودة أبنائهم إلى المدارس وكافة الأمور التي تم استحداثها للارتقاء بالعملية التعليمية حيث عبروا عن إشادتهم جهود وزارة التربية والتعليم في التنظيم المتميز لهذا اليوم الذي يستمر حتى يوم غد من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء بداية نوجه شكري لجلالة الملك والقيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على التسهيلات التي تقدمها حق العملية التعليمية وثاني شيء يعني اليوم نشوف احنا اجتماع الهيئة الأمور مع المدرسة في استلام ملف الطالب والقسيم الشرائية عملية سهلة وميسرة ويعني نشكر بعد وزير التربية والتعليم على كل الخدمات التي قدموها يوم جيت المدرسة اليوم جميع يعني ما فيه اي زحمة كان خلال دقيقة واحدة خلصنا المعاملة اشكر القيادة الرشيدة على كل هاي الاستعدادات اللي سووها واكرمونا بفريق عمل موحد مع المدارس وهاي الترتيبات صراحة والانجاز اللي سووه روعة بالعكس هي فرحة شملت القيل خصوصا الطلاب يعني وفرحتهم من فرحتنا وتأتي هذه الخطوة في سياق مد الجسور بين المؤسسات المدرسية والطلبة واولياء امورهم استعدادا لعودة جميع الطلبة الى المدارس حضوريا في العام الدراسي الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين هذا اللقاء التعريفي يضع اولياء الامور في الصورة لإيجاد نوع من التكامل بين البيت والمدرسة بعد العودة الى المقاعد الدراسية فضلا عن التشجيع الذي منحه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لابنائه الطلبة ومنحهم القسيمة الشرائية تحفيزا لهم على العطاء اكثر في صفوفهم الدراسية خول الجرينيس لمركز الاخبار تلفزيون البحرين